يتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أجمن عاشور حادث قطار المينيا حيث واجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القص والمستشفيات جامعة المينيا لاستقبال الحالات المصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم من جهتي أوضح رئيس جامعة المينيا دكتور عصام فرحات أن فريق عمل من الأطباء والجراحين وفريق التمريد يقومون بتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين وذلك بالتنصيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وأوضح القائم بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المينيا أن الحالات المصابة لمستشفى المينيا الجامعي جامعها تعد إصابة خفيفة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة